سوادس قلبي اللي أحبهم بهذا الفيديو إن شاء الله حنتعلم إشلون نرسم عملية الإخراج الخلوي اللي هي تعتبر من أهم رسومات الكتاب ومهمة جداً يعني كثير جاية بالوزارة فاركز على هالرسمة اللي هي جداً بسيطة ودائماً نربط إيش الشرح بالرسم حتى نفتهم إيش داً نرسم أيضاً نراجع الموضوع طلاب إحنا سرح نرسم هاي العملية اللي إيش الإخراج الخلوي زيان الخلية إلى خارجها من الداخل للخارج إخراج من الخارج للداخل إيش إدخال خلوي أو الاتهام خلوي فإسنا رح نتعلم إشلون نرسم هاي الرسمة اللي هي جداً بسيطة طلعب شون نبدي طلاب نبدي أول شيء كالعادة هي من طريق عبر الموضوع عبر الأيغشي إذا نرسم الغشاء البلازمين بهي شيء كالطلاب هاي الطابقة مع الطرف يعني طبقة الدهون المفاسفرة زيان أكيد هذا جيب لا أريد عدل هذا شنو طلاب هذا جيب زيان بعدين عندي هنا شوي تخفزة خفزة بعدين نعدل الرسمة زيان طلاب هاي أول خطوة هاي الخطوة إيش هاي الخطوة الأولى بالرسم كل سأل الخطوة الثانية أرجع أكمل طبقة الثانية طبقة جابه الغاز الطبقة الثانية هذي أجي أرسمها زيان زيان هاي الطبقة الدهون المفاسفرة إيش الثانية واكد طلاب تيجي سرع الفيديو سرع الفيديو لأن نفس الشي راح زيان هنا راح أسوي إيش هنا راح أسوي مثل الجيب ما صار عدل هاي طلاب أرجع أمسح ما بي أي شي زيان وهذا طلاب واضح هاي شنوه هاي الخطوة الثانية زيان طلاب زيان الخطوة الثانية طلاب أجي هنا أرسم هذا حتى أسوي دبل طبقة ويكمل عندي إيش الغشاء البلازمي واحد طلاب واضح عاد أكمل الخطوة طلاب تعرفون هذي سرع الفيديو هنا راح أرجع أكمل الخطوة واحد طلاب واضح هساش أجي سي طلاب أجي أرسم هنا هو يصلى هو يصلى إيش وفادي زيان طلاب زيان هاي المواد وين تكون داخل هاي الحويصلة الثرازية تروح من داخل الخلية إلى وين إلى إيش طلاب إلى خارج الخلية تجاه السهم يكون للخارج هاي عملية إخراج أهم شيء إيش طلاب اتجاه أهم شيء إيش طلاب اتجاه السهم هاي المواد راح تخرج إيش إلا أشوف هذا خارج الخلية زين هذا داخل إيش الخلية هاي من التأشرات المطلوبة هاي شنو طلاب حويصة إيش الفرازية زين هذا شنو غشاء إيش بلازمي زين طلاب زين نرسم لنا هاي تشيب هاي الشكل طلاب نرسم لنا تركيب ثلاثي الأبعاد للدلال عن إنه إيش الحويصة لقاعد تتحرك من الداخل وين عفيا للخارج وغضح طلاب واضح زين هذا الدلال عن إنه هي تحركت إنه هي شنو كانت هنا وشوية تحركت لي قدام هذا تركيب ثلاثي الأبعاد حتى بس واحد الطالب يفتين مجدين نرسم مجدين نسوي وغضح طلاب واضح بهي الشكل يتأشر وغضح طلاب واضح هاي هادي طلاب هاي هادي شوف هاي هادي الرسمة اللي قدامك باوا خارج الخلية داخل الخلية غشاء بلازم حويصة الأفرازية واتجاه الأسهم أهم شي اتجاه إيش؟ اتجاه هاي طبعا المواد الأفرازية اتجاه الأسهم أهم شي بعديا بعد ما كمل طلاب تجي تخليها داخل إطار خليها داخل إطار تجي تخليها داخل إطار انت ما اخذ الدرجة الكاملة واحد طلاب واضح هاي تاخد الدرجة الكاملة زين طلاب زين وأيضا ما ننسى نتابع قناة التليجرام لآخر التطورات الأحداث الأسئلة الدورات وإلى آخره أسئلة وأجوبة زين طلاب زين في أمان الله اشتركوا في القناة